اشتركوا في القناة هذا الميدان هذا المساء بينما ياتي الشوط الثاني والخاص بالجعدان وبندقية الجعدان تذهب مع مبلش لمسلم بن علي بن دري المنصوري وأكد شعار بو علي بخمس دقائق أربعين ثانية وجزين من الثانية بنوعية فريدة وراية على الغاية تهانينة والناموس على هذا الفوز ياتي الشوط الثالث وأولي أشواط الانتاج والمنتجين وكاس الانتاج ذهب مع الطيارة عبدالله بن غصاب رعي الطير العامري تهانين الغصاب بن مصبح رعي الطير العامري على هذا الفوز خمس دقائق ثانية واربعين ثانية وجزين من الثاني وتهانين العمر بن غصاب رعي الطير العامري المتابع دائما لهذه الانطلاقات في عالم الأصائل في أيضا انطلاقات شعار رعي الطيرة الشوط الرابع ياتي الفارس مع بندقية الانتاج ومحمد بن عتيق بن زيتون لمهيري فأكد المجاز في خمس دقائق واحدة واربعين وثمانية اجزاء من الثانية تهانينة والناموس على هذا الفوز بينما ياتي الشوط الخامس ذهب مع نزوة فأكد خميس بن سعيد بن صالح الزرعي مؤكدا فوز ومهدين أبناء السلطنة بخمس دقائق سبعة واربعين وسبعية اجزاء من الثانية تهانينة والناموس على هذا الفوز والانتصار ياتي الشوط السادس حيث ذهب أدهم لسيب بن عبدالله بن مطر الخصويني الاكتبي وأكد فوز وانتصار قوي من خلال هذا الأداء الجميل والتحدي المثير في عالم السرعة وعالم الأصائل بينما ياتي الشوط السابع فازت فيه حذاري لمحمد بن سعيد بن صالح الزرعي وأكد شعار الزرعي خمس دقائق واحدة وخمسين خمس اجزاء من الثانية تهانينة والناموس على هذا الفوز والنقطة الثانية الشوط الثامن يظهر شعار بوليمايل فياتي مع عز علي بن ايمي اللوهيبي خمس دقائق تسعة واربعين ثانية وفاء وتماما وكمالا وانفراد كل في الأمتال الأخيرة بالأداء المتميز والجميل ياتي شوطنا التاسع مع أشقر عبدالله بن غصاب رعي الطير العامري فيوكد أيضا رعي الطيارة هذا الفوز والانتصار بخمس تسعة واربعين وفاء وتماما وكمالا تهانينة والناموس على هذا الفوز الشوط العاشر مع سمحة لسلطان بن اغدير بالعجيد الاكتبي أكد مع فوز سمحة في عاشر يشواط هذا المساء بخمس دقائق وأيضا خمس دقائق جزائين من الثانية تهانينة والناموس اشتعال تأتي في الشوط الحادي عشر لمنصور بن ناصر بن دلهم الهاجري فأكدت اشتعال لفوزها وانتصارها بقوة رائعة وجميلة بأيضا خمس دقائق ثباني واربعين وجزائين من الثانية والعصاف الأبطان بدون يوامر شوطنا الثناش مع خوف سالم بسعيد بن منانا قدم نوعية رائعة وجميلة شكرا بوثميم حمد الزرعي من قدم انطلاقة خوف خمس دقائق ثلاثين واربعين ستة جزائين من الثانية تهانينة والناموس انتصار في الشوط الثالث عشر فظهر الشعار بالحزمي عمير بالحزمي بن قناص العامري مالك الوثبة وصيفة الكاس المفتوح يقدم لنا انطلاقة انتصار خمس دقائق خمس دقائق ثانية وجزائين من الثانية بينما شوطنا الرابع عشر انطلقت مع شنة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي فأكد شعار ممثل السلطنة الدائم هذا الفوز والانتصار بخمس دقائق واحد وخمس ثانية وفان وتمم انه كمالا وتألق انتاقي شاهين المليون بهذه الانطلاقات القوية بينما شوطنا الخامس عشر المهيب لسلمان بن فلايج بن ناصر الاعتئبي أكد فوز وانتصار بخمس سبعة واربعين ثمانية اجزائي من الثانية تهانينة والناموس على هذا الفوز صبا تأتي في الشوط السادس عشر فأكد عيلان بن حميد بن نواس الاختبي خمس دقائق سبعة واربعين وجزائي من الثانية تهانينة والناموس على فوز صبا بهذا الشوط شوطنا السابع عشر أدانا لمطر بن علي بن عبيد بن رشيد الاختبي فأكد شعار ابو عبد الله هذا الأداي الجميل والمميز والراية فكان علي بن عبيد بن رشيد أحد الأسماء الداعمة لهذا الشعار خمس خمس واربعين سبعة اجزائي من الثانية شكرا سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد على هذا التلق شوطنا الثامن عشر مليح خميس بن سالم بن علي بن حبيب الهشامي فأكدوا ابناء ميدان الرميل هذا الأداء المتميز خمس سبعة واربعين ثمانية اجزائي من الثانية تهانينة والناموس على هذا الأداء المتميزي والجميل يأتي الشوط أيضا التاسع عشر فكانت في سالب سعيد بن عمان لمهيري مؤكد القيادة الرائعة والجميلة حد شبابنا المضمرين سعيد بن سالم بن عمان لمهيري وأيضا ندارة جميلة من خلال محمد بن سالم بن عمان لمهيري خمس دقائج تسعة واربعين ثانية ثلاثة اجزائي من الثانية شوط الختام يصل مع مجد تهانينة والناموس لأروان بن راشد بن كشيم الشامسي أحد الأسماء القوية التي دائما تاتي بكل ما هو جديد ونوعية فريدة خمس دقائج سبعة واربعين جزءا واحدة من الثانية تهانينة والناموس هكذا وصلنا إلى الختام شكرا مخرجنا حسين السيد شكرا موسى المندري شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوسوى التعليق محادثكم سالم عن الحبسي أستودعكم الله الذي لا تضيع وديع وإلى الملتقى في يوم الغد ورابع أيام هذا المهرجان وفئة عمرية جديدة مع سن اللقاية فكونوا مع الامتاع وعاصمة الملايين موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة